لو انت ماما ماما صغننة ماما عندك بيبي واحد ماما عندك تلاتة ماما عندك اتنين اكيد المحتوى اللي انا هقدمه النهاردة هيهمك جدا لانه الحياة محتوى هادي وجميل وما فيهوش صخب السوشال ميديا ولا الاعتماد على ان احنا نشدك بقى طريقة مهما كانت النتائج يعني وفي نفس الوقت مفيد جدا صاحبة المحتوى الحياة هي درسة يعني اقتصاد وعلوم سياسية لكن كمان متخصصة في سياسات حقوق الطفل فانطلقت من المجال الواسع الكبير ده للمجال لبيوتنا يعني اخترقت البيوت بشكل ناعم وجميل وهادي والحياة انا انبهرت بالمحتوى لانه لايق بقى على تعالمنا ودنا وحياتنا وتقاليدنا بالرغم انها عايشة في دولة اوروبية وما ادراكم بقى الدول الاوروبية واللي بيحصل فيها وحنا لازم يعني نقف كده زي الحطة السد عشان نربي الولاد دي تربية صحيحة انا ضفتي الجميلة دعاء كارسون كارسون ده ايه ده هي شكلها تركي والاسم تركي زكية دودو الحمد لله يا حياتم يعني ابدي اعجابي بالشياكة والرقين ده انا اين جنبك ايه بس لا والله امر لاصف الاول لما كنت شوف الفيديوهات مقفول صوت هقول ايه دي من المتحول اللي هما تحولوا الكونفرتد ايه دي اكيد اجنبية ايه و بعدين لقيتها ايه لا ده مصرية او مصري لا اسكندراني كمان كمان يعني انت بدأت ازاي المحتوى ده احكي الموضوع كان اهتمام شخصي من الاول بفكرة قضية الاطفال ونحنا نساعد الاطفال فاول ما دخلت ان دخلت علوم سياسية وفي سنة اولى كان عندنا ديمن الانشطة الطلبية المرتبطة باقب اليونوسسيف سبزة تشيلدرن الهيئات الدولية مرتبطة بحق الطفل فابتديت اطوع فيها عادي بروح معهم مشاريع يشارك في انشطة بعدين الموضوع التادى يكبر يكبر لحد ما بسنة الثالثة كلية كان فيه مشروع عندنا مع الكلية بالتعاون مع السفرة الايطالية وهيئة انقاذ الاطفال ده سيفزة تشيلدرن عن منطقة بطن البقرة اللي موجودة هنا في القاهرة عايزين يعلموا الاطفال اللي هناك بطريقة مونسوري ويعملوا لهم تدريب او توعية لان طبعا المنطقة هناك لما بتزوريها هي عبارة عن مش بيوت هي عشاش متأفلة وطبعا معظم الناس هناك بتلجأ ان الولاد تبقى شغالة ما بتروحش مدارس فقالوا اي احنا هنستهدف المنطقة دي طول السنة ومحتاجين بقى شوية من الطلاب اللي عندكم اللي درسها شوية في حق الطفل تشتغل معنا وتساعد حلوة اوي فدي كانت البداية ان انا اهتمة اوي بقى بفكرة المونسوري والاطفال وتنمية المغارات وابتديت اتواصل مع ناس مختصين بمنهج المونسوري يعني الكلام ده كان زمان او بنتكلم من 12 سنة تقريبا وبعدين في سنة الرابعة كلية بقيت مسؤولة عن نموذج من النشاط طلابي عندنا في الكلية مختص بحق الطفل كان اسمه سينكرو وكان تابع للمرصد قامي حق الطفل في زارة التضامن فهكنا بقى من ساحد الاطفال بلا مقوى والاطفال الايتام والاطفال فناطق المهمشة وانلف من القاهرة لحد اصيود فدي كانت البداية العمل التطوعي الشامل خلصت طبعا اشتغلت في هيئة بلانة دولية لحماية الطفل كنت شغالة في قسمه برامج الدفولة فكت منزل بقى كل المناطق اللي تتخيله ولم تتخيلهاش نشتغل على حماية الاطفال حمايتهم من الديني كده كم حاجة اول حاجة الاطفال معرضة الخطر يعني مثلا الام ثابت الولاد في البيت لوحدهم وهجت الاب كرر انه يعنف الاطفال ويحبسهم في بيت ان الاطفال بتكبر على انها تطلع من المدارس وتشتغل فطبعا احنا كهيئة دولية كنا بنشتغل عن طريق الجامعيات اللي موجودة في المنطقة دي فكنا بننزل احنا مع المقتصين الاجتماعيين الموجودين في الجامعية ونعمل تقارير للحالات دي ونرفحها لوزارة التضامن ونساعد فان احنا ندفع مصريف نساعد في حل المشكلات الاثرية نساعد دعم نفسي لاطفال نعمل توعية للاهالي نعمل حاجة اسمها دعم ولم مش عامل ونقعد نتكلم مع الولاد نعمل جلسات توعية للولاد نفسهم انشطة الناس بتتقبل كانت في المعاطق العشوائية تتقبل حدثة كنا بقى بنعمل حركة زكية او داين في كل منطقة في ستة اللي هي بتبقى القوية دي لاب لام كل الناس دي فانتي ما تخلك عن طريق ستة تدخلي عن طريق حاجة كمية المعلبة طب خلينا نروح نشوف فيديو كده من فيديوهات دعاء اللطيفة جدا ندرك عن كم امشي مش عاجة اسمع صوتك خش قطك اخرص فضحتيني قدام الناس كل ده بتعملي حاجة اسمها العزل بالاكبار يعني ايه يعني بتقولي لطفلك عشان انت حاسس بمشاعر الغضب والقلم وانا وداني واجعيني ومش طيق اصريك بتاعك ده روح خلص عياتك بعيد وبعدين لما تبقى مبسوطة علالي دا بيخلي الطفل يحس المشاعر الخزر يخلي الطفل يخش قطه جوه عمال يفكر عن ضحية عمال يفكر ان حضرتك اتراخيتي عنه اتخليتي عنه او انت حتى لما تدخلي القضا تليقيني بهدل الالعاب على الارض وبيكسر في الحاجات ومتضيق او بيسرخ ليه انا استفقت هنا ايه كم وربي انا بالطريقة دي هل خليت الطفل يدرك ان عمل حاجة غلط لا خليت الطفل يبدايق اكتر وانا خليت الطفل يوصله رسالا وانا برفضك وقتا على مكان بتؤملي طفلك بالعزل نبعزلوش سيبيه عايق بس خليك جميل